لكن قبل ما ندخل فيه عايزة أطمن حضراتكو على دفتر أحوال الإصابات كشف حساب مستشفى الأهلي زي ما المهندس عدت طلب مبارح تحديدا قال لي حاجة تخض جدا لعيبة المنتخب المصابين لعيبة الأهلي التدريبات بتاعة الأهلي أخبار كتيرة عن الإصابات مباراة الرجاء المغربي في الكونفودرالية خلاص حانت إحنا يقوم براف الدوحة والفريق احتمال يسافر الجمعة الجاية إن شاء الله ومن ثم كان لازم نحط حضراتكو في الصورة ونطمنك يا باش مهندس على كل العيبة يا بإذن الله يكون فيه أخبار مطمنة طيب بالاتصال بالدكتور أحمد أبو عبل طبيب الفريق هقول لكم كشف الأحوال الطبية واحد واحد بالنسبة لأيمن أشرف اللي موجود مع المنتخب في الدوحة أصيب بكادمة جديدة في الرجبة كان تشخيط الجهاز الطب المنتخب مصر إنه فيه احتمال يبقى فيه جزع في الرباط الداخلي للرجبة عمل أشعات وعمل بعض الفحوصات وراح مركز سباير أحد المراكز الطبية العالمية في الدوحة الدكتور أبو عبلة بيأكد إنه المسألة هي كدمة وليس جزع وبالتالي مش هيشارك مع المنتخب في المباراة اللي باقية في كأس العرب لكن بإذن الله عنده أمل كبير وعنده فرصة زي ما أكد الدكتور أبو عبلة بناء على الاتصالات اللي بينه وبين الدكتور محمد أبو العيلة الطبيب المنتخب إنه يكون الألم بيتحسن فالحالة إيجابية تطوراتها إيجابية مطمئنة فهناك أمل إنه إن شاء الله أيمن أشرف يلحق بالأهل في مباراة الصوبر إن شاء الله طيب محمد الشناوي حارس المرمى لدولي كبير عمل أشعة نتيجة كويسة جدا كان بيعاني فقط من إجهاد نتيجة لتوالي المشاركات ريح شوية عمل أشعة جات مطمئنة جدا النهاردة يمكن يدخل مع المنتخب في تدريب خفيف أو دخل بالفعل في مرام خفيف عنده فرصة يشارك في مباراة تونس يوم الأربع حمد فتحي عنده نفس الأمر الأشعة أظهرت إنه ما فيش حاجة مزعجة خالص هي مجرد إجهاد عضلي هيكون متاح في المباراة اللي جاية أمام تونس لدى كارلوس كيروش دول بالنسبة لسلاسي أعضاء المنتخب الوطني أيمن أشرف بره كاس العرب للنهاية لكن فيه أمل كبير إنه يلحق بمباراة الصوبر إن شاء الله حمد فتحي وش الناوي جاهزين مع المنتخب عندهم فرصة يشاركوا لو كارلوس كيروش يحتاجهم في مباراة تونس ومن ثم هيكونوا إن شاء الله جاهزين مع الأهلي في مباراة الرجاء علي معلول الزهير الأيصر التونسي الدولي شارك في تدريبات منتخب تونس من يومين كان عنده إصابة عضلية أيضا ما فيش أي مشكلة حاليا الدكتور أحمد أبو عبلة تواصل مع الدكتور سهيل الشاملي سهيل الشاملي ده طبيب المنتخب التونسي اللي طمنه على حالة علي معلول وكان اتخذ كل الإجراءات التحذيرية بعدم إشراكه في المباراة اللي فاتت اكتمل شفاءه ومن ثم قد يظهر علي معلول مع المنتخب التونسي ضد منتخب مصر يوم الأربع وحنلاقي جابها عكس بعضيها أكرم توفيق مدافع النادي الأهلي في الناحية المين هيواجه علي معلول ظهير أيصر المنتخب التونسي زي ما هنلاقي في أكتر من سنائيات في هذه المباراة اللي هنقول لحضراتكو عليها طيب هنا بقى في اللعبة اللي موجودة مع الأهلي أحمد عبدالقادر كان بيعاني من إصابة في العضلة الضمة قبل توقف الدوري في مباراة سموحة كان بدأت بوادرها شوية لكنه كان تحامل وكمل مع الراحة لما رجع يتمرم بدأت تظهر أثار هذه الإصابة بيخضع لتدريبات تأهيلية والدكتور أحمد أبو عبلا مطمئن بالنسبة كبيرة ومتفائل أن أحمد عبدالقادر إن شاء الله يمكن التمرينة الأولى والتانية في الدوح ما يلحقش بها لكن ابتداء من التدمرينة الثالثة يعني قبل المباراة بأربع تيام يكون جاهز وتحت أمر مستر بيتشو وسماني هذه مضمن الإصابات الشخصين أنا بنزعج منها محمود متولي كان متعرض لإصابة بمزقف العضلة الأمامية خلال مباراة الأهل الودية أمام طلاع الجيش دي إصابة رحمة شوية هتبعدوا من أربعة لست أسابيع حظ وحش قوي الحقيقة الملاحظ محمود متولي حظ وحش قوي لكن الغريب إن الإصابات مع تكرارها مختلفة ما فيش إصابة في حالة معينة ما حد شاء الله دي مزمنة خالص يعني مرة أمامية مرة خلفية مرة أنكل مرة رجبة مرة ظهره حاجات مختلفة سوه بخت نتمنى له منه كل الشفاء يا رب بينما طاهر محمد طاهر كانت عنده كادمة وخاد راحة لكن رجعه بيتمرن وعمار حمدي أيضا كان عنده إصابة خفيفة خف منها وجاهز وبيشارك في تدريبات الكرة إذن عمار وطاهر الاثنين بيدعموا صفوف الفريق متولي هيغيب أربعة لست أسابيع الباقي أحمد عبدالقادر هيكون جاهز قبل مباراة الرجاء إن شاء الله إن شاء الله صلاح محسن كان تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال فترة الأجازة يعني قبل ما يتوقف الدوري في التدريبات الأخيرة كان بدأت بوادر شد في العضلة الخلفية الجهاز الطبي بيقوم بتجهيزه محددش الدكتور أحمد عبدالغاية دلوقتي الفترة اللي محتاجها صلاح محسن لكن عنده أمل إن خلال اليومين اللي جايين تكون وضحة رؤية صلاح محسن ويقدر يحدد فترة غيابه وممكن تبقى قد إيه إذن كل هؤلاء اللعبين اللي يدحكك على صلاح محسن يجيلك ناس يقولك صلاح محسن زعلان لأنه ما بيشاركش الفترة الأخرانية هو الرجل مصاب هو الرجل مصاب يعني ما ده من ضمن اللي دعالي السزاجة صحيح طبعا قبل كأس العالم وقبل ما الفني يتسافر كان لازم أن الجهاز الطبي ياخد كل احتياطاته من ناحية التطعيمات والمسحة أجرى الدكتور أحمد أبو عبدالغا مسحة أخيرة للعيبة عشان يتطمن بشكل ما يتفاجئش بأي حاجة كإجراء استباقي مبكر اتطمن إن المسحة سلبية لكل اللاعبين والجهاز الفني يمكن كان السلاسي مساعد مستر بيتسو المسلماني كانوا رجعوا من جنوب أفريقيا من أجازتهم محلل الأداء ومساعده وأيضا المدرب وتم إخضاعهم للفترة العزل المنزلي لمدة سبعة أيام والحمد لله في حالة جيدة